مرحباً أيها الرائعون بهذا الفيديو الجديد من فيديوهات قناتي هل تعرف؟ دائماً ما تظهر البرامج التلفزيونية وبها قدر كبير من الوقار من قبل المذيعين وحتى مقدمي البرامج سواها بالأزياء الجميلة أو حتى بالأسلوب الراقي وأيضاً كافة التفاصيل المتعلقة بنشاح أي برنامج ولكن هل تعتقد أن خلف الكاميرات يبقى الوضع كما نراه على شاشة التلفزيون؟ هذا ما سنعرفه اليوم لذا سنعرض عليكم مجموعة من المشاهد والتي لأول مرة تحدث خلف الكاميرات أو حتى أثناء تصوير البرامج شاهدوا الفيديو للنهاية ولا تنسى وضع العجاب والتعليق على الفيديو لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله أولاً التقرير الصحفي في إحدى التقارير التي كانت تقدمها هذه المذيعة في مكان خطير ويبدو أنه مسرح لجريمة معينة يقوم أحدهم بالمرح معها ويبدو الأمر مشابه لأحد المقالب التي كانت منتشرة لوقت كبير على أجهزة الكمبيوتر بوضع أحد الغازي أو الفيديوهات ويطلب منك التركيز لتحصل على معلومة أو إجابة معينة وفي النهاية تخرج لك صورة مرعبة تشعرك بالخوف الشديد وهذا ما حدث في هذا التقرير أثناء انشغال المذيعة بتقديم عمل المتقن خارج أحدهم بما لابس مرعبة ليرهبها فتخافوا بشكل كبير وتصل إلى حالة من الذعر وسط ضحكات باقي طاقم العمل ثانياً رجل الكاميرا من المعروف أن الكاميرا والمسؤول عنها يجب أن يتحرك في محيط بحيث لا يظهر في مجال أي كاميرا أخرى في الاستوديو ولكن في هذا البرنامج الإخباري الخاص بالأرصاد الجوية تفاجأ مقدم البرنامج بالكاميرا تقف أمامه لتظهر بشكل كامل ثالثاً النشرة الجوية من خارج الاستوديو عندما يقرر أحد المقدمين تقديم شيء واقعي بتقديم أحد النشرات الجوية من الشارع وسط الطقس الحقيقي الأمر يكون مختلفاً تماماً عن تقديمه من خلف الشاشات التي توضح الطقس والكثير من هؤلاء المقدمين يتعرض له طول الأمطار أو الأمواج والكثير من المتعب فقط من أجل نقل صورة حية للمشاهدين وهذا ما حدث مع هذه المقدمة التي انهالت عليها الأمواج لتغمورها بشكل كامل رابعاً تقرير عن الإعصار قدمت هذه المقدمة تقريراً كامل عن أحد العاصير التي دمرت الكثير من المنازل والأشجار وسببت مشكلة كبيرة في هذه البلدة ولكن وسط كل هذه الأخبار الحزينة جاهت هذه اللقطة التي اختطفت الضحكة من المصورين وتقم العمل لكلب يجلس أمام عجلة القيادة على أحد المركبات الزراعية كأنه في وضعية استعداد لقيادة هذه المركبة في حد التقارير الصحفية عن تربية الخيل وكافة التفاصيل عن الخيول قرر هذا المقدم أن يكون الموضوع من أمام أحد بيوت الخيل ويبدو أن هذا الحصان فهم وجود الكاميرا التي تصور وقرر أن يكون جزءاً من الحلقة فلم يدعه يقوم بأي شيء إلا وجزء منه قام بالظهور على كتفه أو محاولة أكل الميكروفون أو مداعبة المقدم نفسه في أثناء تصوير أحد البرامج الإخبارية مع أحدى مستثمري الثروات السماكية والحاصيلة على الكثير من الجوائز قررت هذه المذيعة أن يكون برنامجها بشكل مختلف ليكون من أحد القوارب الخاصة بالصيد وبدأت البرنامج بشكل طبيعي واستمر الحوار ليقف المذيعة والشخص أمام الكاميرا ويستمر في الحوار ولكن بسوء تقدير من المذيعة قررت الاستناد على أحد الأحبال ولا تدرك أنه غير قوي لتسقط بالماء بشكل غريب وسط محاولات من الجميع لإنقاذها من الغرق سابعا سيارة إزالة الثلج جميعنا يتفادى المرور من جانب سيارة مسرعة في الطريق وذلك إذا كان الطريق به مياه على الأرض وهذا ما حدث مع هذه المذيعة في برنامجها التي قدمته من أحد الشوارع التي تغطيها الثلوج ولسوء حظها أنها وقعت في المكان الخطئ في مرمى الثلج الذي تقذفه سيارة إزالة الثلج لتصبح مثل رجل الثلج ويغطيها الثلج تماما ثامنا التصوير مع القرود في محاولة لتقديم حلقة ممتعة قرر هذا الرجل أن تكون من داخل أحد الأقفاص الخاصة بالقرود ومن داخل حديقة للحيوان ويبدو أنه أخطأ تقدير التعامل مع مثل هذه الحيوانات ولم يفكر بالأمر بشكل عميق وكانت النتيجة أنه تحول إلى هدف من القرود التي أحطت به من كل جهة ووقفت على كتفيه ويبدو أنه تعرض لبعض الإصابات الخفيفة من إثر العض والشد من هذه القرود الصغيرة التي كانت تمرح فقط معه وأعتقد أنه لن يفكر في عادة هذه التجربة مرة أخرى في أحد التقارير الرياضية التي أجرىها هذا المقدم مع أحد لعبي كرة السلة المهيرين والمشهورين فقرر المقدم في نهاية البرنامج إظهار قدراته الرياضية بدلا من البطل بإلقاء الكرة بالظهر من مسافة كبيرة وهذا أمر لا يجيده إلا المميزين ولكن الغريب أنه استطاع أن يحرز هدفا بمهارة كبيرة وسط تشجيع من الجميع في أحد برامج التوكشو قاموا باستضافة أحد الأشخاص مع حيوانه الأليف كان الأمر يبدو طبيعيا إلى حد الذي بدأ فيه الحيوان يشعر بالراحة في الحركة وبدأ كل من المذيعين يخاف بشكل كبير وهرب أحدهم خوفا من حدوث المزيد وسط ضحكات من صاحب الحيوان الممسك به بقوة لأن لا يحدث ما هو أسوأ بعض الأبطال لديهم قدرات خارقة وفي أحد الحلقات المصورة مع أحد الخارقين وتحطيم بعض الأغراض التي يصعب على الأشخاص الطبيعيين تحطيمها جرب المقدم بشكل تلقائي ليجد أنها أمر عادي ويمكن تحطيمها بقدرات عادية وما هذا إلا خداع وينكشف الأمر أمام الكاميرات ثاني عشر التصوير مع الفيل مثل التقرير السابق مع الحصان قررت هذه المذيعة تقديم حلقة من أمام الفيل ولكن الأمر كان مختلفا في البداية فكان يدعبها بشكل خفيف ولكن في لحظة حاول ضربها بقوة وذلك بخرطومه ولكنها هربت في الوقت المناسب ثالث عشر القيادة داخل الاستيديو في محاولة لإضافة نوع من المراح في تصوير أحد البرامج قررت المذيعة قيادة أحد الدراجات النرية الصغيرة داخل الاستيديو وعلى ما يبدو أنها ليست على معرفة كاملة بقيادتها فكانت النتيجة هي عدم السيطرة على الدراجة وتحطم الاستيديو رابع عشر سباق الدراجات دائما يتم تصوير سباقات الدراجات ويخصص طريق لهذه السباقات ويتم وضع بوابة لتكون نقطة البداية والنهاية ولكن أثناء تصوير تقرير عن أحد السباقات جاءت إحدى الشاحنات الكبيرة الغير مخصصة لها العبور في هذا الطريق لتنزع البوابة البلاستيكية وسط صيحات وخوف شديد من الحاضرين خامس عشر نوبة الضحك في أثناء تقديم تقرير في مكان جميل المذيعة مع صاحبي موقف سيارة الثلج السابقة انتبتها نوبة من الضحك المتواصل والتي جعلتها غير قادرة على الكلام ولا نعرف سبب الضحك بالضبط ولكن ما نعرفه أنها أمام الكاميرات لم تستطع التحدث وبدأت في الضحك المتواصل لنفهم في النهاية سبب الضحك بظهور أحد الرجال المتخصصين في الاهتمام بالأشجار والنباتات في خلفية التصوير سادس عشر التصوير من داخل ملعب كرة قدم أثناء التصوير من الأماكن المزدحمة والملئة بالأحداث المثيرة يجب الانتباه لما يحدث ولا تدير ظهرك لكل هذا ومن ضمن هذه الأماكن هي ملعب كرة القدم وإلا ستكون النتيجة مثل ما حدث مع هذا المذيع التي صدمته كرة قوية برأسه من الخلف سابع عشر التصوير مع الحيوانات والطيور إذا كنت من الأشخاص الذين يخاف الحيوانات والطيور يجب أن تتجنب التصوير معهم لأن السقوط مع موقف يظهر فيه خوفك سيكون محرجا للغاية هذا ما حدث مع هذا الرجل الذي يعتى انتباهه للطائر مما جعله ينقض عليه ويبدو عليه الخوف من الطائر ولحسن الحظ لم يتطور الأمر لأكثر من ذلك تم الاتفاق بين هذا المذيع وأحد رجال الأبطال في أعمال البحار أن يمسكه بطريقة معينة أثناء عمل أحد مضخات المياه التي يرتديها ليظهر أمام الكاميرا وفي نفس الوقت تكون المضخة تعمل وفي أثناء الحديث نسي المقدم أنه يجب عليه أن يضع يديه على كتف يد الشخص فكانت النتيجة هو سقوط هذا الرجل بشكل مزعج وهروب مذيئة إلى الخلف خوفا من الإصابة التصوير من ملعب رياضي كالمواقف السابقة للتصوير من داخل يحد الملعب الرياضية يجب معرفتها للوقت مناسب للتصوير والحصول على موافقة من إدارة المكان لألا يكون وقتا غير مناسب مثل ما حدث مع هذا الشاب الذي وقع ضحية للمياه وأصبح في موقف محرج للغاية وكان من الضروري أن يستمر في تقديم البرنامج رغم المياه الكثيرة التي تصدمه بقوة في الملعب الحيوانة لا تدرك أهمية الوجود أمام الكاميرات وتكون على طبيعتها في جميع الأحوال وفي هذه الحلقة أثناء التصوير مع فتاة برفقة كلبها قام الكلب بالتبرز أثناء التصوير لتقع المذيع وصديقة الكلب في نوبة هستيرية من الضحك لهذا الفعل ويفقد جزءا كبيرا من التركيز في الحلقة إذا عجبك الفيديو لا تنسى مشاركتهم مع أصدقائك على مواقع التواصل الاجتماعي وضغط زر العجاب والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لدعمنا لإنتاج المزيد من الفيديوهات وأيضا ليصلك كل ما هو جديد لدينا وشكرا للمتابعة